الثانية أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن مسعود قال استدبعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة فخط علي خطه وقال لا تورح ثم انصع في الجبال فرأيت الرجال يتحضرون عليهم الرؤوس الجبال حتى حال بيني وبينه فاخترطت السيف وقلت لأضربن حتى أستنقذ رسول الله ثم ذكرت قوله لا تورح حتى آتيك فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائم فقال ما زلت على حالك قلت لو مكثت شهرا ما برحت حتى تأتيني ثم أخبرته بما أردت أن أصنع فقال لو خرجت ما التقيت أنا وأنت إلى يوم القيامة ثم شبك في أصابعي وقال إني وعدت أن تؤمن بي الجن والإنس فأما الإنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد رأيت وما أظن أجلي إلا قد اقترب قلت يا رسول الله ألا تستخلف أبا بكر فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه قلت يا رسول الله ألا تستخلف عليا قال ذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعيني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم